اوكي انس الشايب ما ادرى تبعاتكم تذكروا اوكي طبعا الكل دي يسأل انس الشايب وين مختفي اخر مرة ظهر بها انس الشايب بالمقطع الذى تذكروا قبل 3 يام لما نزلت رد بيسان وانس والرد طبعا كان عبارة عن بالبوست مال بيسان كتب لها تعليق حبيبة القلب الوفاء غالي فلا توقع الرخيص اللي كان يفسد فيه جواني ولكن انس شايب ظهر من جديد ورد على جواني وعلى متابعين وقلهم ليش مختفي طبعا ندرك لمكم حاليبه متحمسيتش شنه عبارة الرد كان كان عبارة عن تعليق اللي هو كان مقطع مع البيسان اللي كان فيه الرد على جواني خدي اقرار لكم التعليق هلو والله الحبايبي الكل يبحكي انس وين بختفي انس وين بختفي انس اطلع الرد على الكلاب اطلع وقف مع بيسان وينك يا انس بيسان بحاشتك مادرش محسستني انس ان هو الاكسجين اللي بحياة بيسان خليه نكمل بالنهاية الحكي حبابي 24 ساعة أنا بحكي مع بيسان وأنا واقف مع بيسان على الموت هو شكل كثير تحمس بس مش مشكلة وبإذن الله طول عمر رح نظل إيد وحدة وما رح يقدر يجي واحد كلب ويفرقنا عن بعض لأنه أحنا اثنين قلبنا طيب وولاد حلال وولاد أصل الحمد لله مولاد حرام أنا وبيسان طلينا ساكتين للآخر وخليناهم يكتبوا براحتهم ويعملوا أجزاء ويألفوا قصص عجبتهم الشغلة الخاص مشاهدات يلا يا كلاب شوفوا كيف في فيديو واحد مسحنا فيهم الأرض وكشفنا الحقيقة كاملة في الإثباتات ومو زيكم بتظلوا زي الكلاب تعووا أنت وياه بعد هذا الفيديو تظلكم عووا عووا زي الكلاب ما رح نعبركم العالم عرفة الصح يا ابن الحرام يا حرامي أنت ولحيس المصاري تفو على شرفكم شو ولاد حرام مصايفين شو شاطرين في النفاق شي ما تعملوا ما رح نرجع نعبركم يا زبال وأي شخص صدق كلامنا صدق واللي ما صدق كلامنا الإشي بيرجعلك بس بربكم أحكو كلمة الحق بالتعليقات بعتذر عن جميع كلامي حبايبي أنا بس انجبرت أكتب هيك لأنه هذولي بطلوا يستحوا ولاد الحرام بحبكم انتظروا كل جديد والقادم أعظم طبع هذا الرد أو هذا التعليق كان قبل حوالي خمس ساعات يعني تحديدا بالأربعة ونص تقريبا الفجر مش عارف كان يمكن أن أنس شايب كان نايم بس فق كتب هذا التعليق علي قلني هذا هو كان عبارة عن رد أنس مش عارف صراحة إذا حيردوا مرة ثانية لأنه حسب كلام أنس أنه بعد هاي مرة حيردوش قد ما يحجون جواني ومرسال وغيرهم ولكن مش عارف صراحة حاليا لح ننتظر حاليا المفروض بس ينزلكم هذا المقطع يكون نازلكم مقطع جواني مش عارف صراحة مقطع جواني شون رح يكون بيه وبس لهنا فصل نهاية المقطع ستحطوا لك بسرقوا بالقناة مع السلامة